سنلعب نهاء الكأس في المكان الذي من المفترض أن يكون فيه المباراة ستقام هنا ونحن هنا ولهذا إذا كنا نريد البحث عن أشياء أخرى خارج هذا السياق فلن يكون ذلك جيداً لاستعدادنا للمباراة ونحن استعدادنا جيداً وسنلعب المباراة على أرضية الملعب خلال التسعين دقيقة ولكن هذا لا يعني أن العوامل الخارجية ليس لها دور في ذلك لكن من الممكن أن يكون الأداء أفضل بدون الحديث عن القرارات أو القلق بشأن ما لا يخضع لسيطرتنا ولكنه يقع تحت سيطرة هؤلاء الذين اتخذوا تلك القرارات نحن نعمل في كرة القدم وهذا هو مجالنا أما ما عدا ذلك فهو سياسة وسيكون شيئاً جيداً أن نفوز بالبطولة هنا وسيكون شيئاً تاريخياً وأنا منذ أن لعبت كرة القدم طالما منحني الجميع فرصاً كثيرة ولا يوجد إنسان ناجح في هذه الحياة بدون مساعدة أحد له لا يهمني من تكون ولكنك بالتأكيد تلقيت مساعدة من أحدهم ولذلك أنا ساعدني الكثيرين لكي أكون فيما أنا فيه الآن وفيما يتعلق بعملي في التدريب في مجال كرة القدم فإن مسيرتي لم تبدأ في نادي ماميلودي سانداونس ولكنها بدأت بفريق آخر هو نادي سوبر سبورت يونيتد هم منحوني الفرصة وبعدهم ماميلودي سانداونس وبعده اتحاد الكرة أعطاني الفرصة والأهلي وفر لي فرصة أخرى لكي أكون حيث أنا الآن لذلك أنا ممتن لكل تلك الخطوات التي قمت بها وأتيحت لي فيها الفرصة ولكنني انتهزت تلك الفرص وأخذتها على محمل الجد ولم أكن لأكون موجودا هنا لو لا النادي الأهلي ولم أكن لأكون موجودا في الأهلي لو لا نادي سانداونس إذن فالأمر كله عبارة عن حلقة متصلة وها نحن ذا هنا والحياة كلها تتمحور حول من يمد لك ياد المساعدة ويعطيك الفرصة وأنا كنت محظوظا وطالما خاض فريق النادي الأهلي مباريات بدون لاعبين مهمين على مدار العامين اللذين قضيتوهما مع الفريق كنا دائما نلعب بدون لاعبين مهمين ولعبنا كأس العالم للأندية بدون كابتن الفريق الشناوي وبدون تسعة لاعبين مهمين آخرين وذلك عندما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة نهاء كأس الأمم الإفريقية ونحن في كأس العالم للأندية وبدلا من أن تسألني عن لاعبين فقط اسألني عن أحد عشر لاعبا كانوا ينقصونني في كأس العالم وعندما نلعب لا نقلق بشأن من هو جاهز ومتاح من اللاعبين ومن هو غير متاح ولا نقدم أعذارا وعندما نخسر لا نقول نحن خسرنا بسبب عدم وجود هذا اللاعب أو ذاك كما أننا لا نتحكم في جداو المباريات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم لذلك مهما حدث نحن نواصل اللعب أما المغرب فطالما كان بلداً جيداً في تعامله معي وهذه ليست المرة الأولى لي هنا ففي وقت ما كنت واحداً من أربعة مديرين فنيين تم دعوتهم لحضور دورة الحصول على رخصة الفيفا برو في الرباط وكان يجلس بجواري الرجراجي وكان أمامي في قاعة المحاضرات وذهبت إلى أماكن كثيرة في المغرب ولهذا المغرب كان جيداً جداً معي وأنا هنا أشعر وكأنني في وطني ولست غريباً وفي نهاية الأمر هذه المباراة مختلفة أتينا من أجلها إلى هنا وأنا أشعر بالترحاب وسعيد بوجودي هنا هي مباراة سنخوضها وكلنا جئنا من القاهرة للفوز بها ولهذا نحن هنا للفوز بالمباراة صحيح أننا للأسف لم نفوز بمباراتنا أمام الرجاء هنا في المغرب والأمور كانت ستختلف إذا كنا قد سجلنا ضربة الجزاء ولكننا موجودون هنا اليوم لكي نلعب المباراة ونفوز بها وليس من أجل التساؤل إذا كنا سنفوز أم لا نحن نؤمن بأننا سنفوز لأننا الأهلي وستشاهدوننا في الملعب ولكنني لا أقول أن ذلك سيكونه سهلاً ولكنه سيكون صعباً مثلما كان الأمر أمام الرجاء نحن فريق كرة قدم كبير ونلعب النهائي للمرة الثالثة على التوالي عفواً أيها السادة عليكم بالحذر عندما تواجهوننا لأنكم لا تواجهون فريقاً صغيراً نحن فريق قوي وأيضاً الوداد فريق جيد جداً وله تاريخ كبير ونحن نواجهه على أرضه وأمام جماهيره ولكن الأهلي يلعب في أي مكان